أخ عياد في معنا دقتين إذا ممكن يعني في أشخاص عم بصراع في هذا الموضوع كيف فيك تعالج هذا الموضوع ولو بجمل يعني بسيطة أنه يفهم يدرك فكرة الصلب وأن يكون مؤمن بيسوع المسيح أوجه كلامي إلى فريقين الفريق الأول ربما لم يسمع هذا الكلام من قبل ولم يصله قصة أن المسيح لم يموت وأن المسيح شبها لهم والقصة دي أنا عايز أقوله هذا هو الإعلان الذي استماعت إليه اليوم أن موت المسيح كان حقيقة تاريخية وحقيقة كتابية لأنه هو المشروع الأزلي إلى الله رتبه عشان يخلصني ويخلصك عليك أن تقبل المسيح الآن وبدون سفك دم لتحصل مغفرة أنت جربت كل حاجة في الدنيا جربت الأعمال الصالحة جربت الزيارات إلى أماكن مقدسة جربت الزهد والنسك جربت الأصوام تعال جرب المسيح جرب هذا الحل ربما تجد في هذا الحل علاجا أبديا لمشكلة خطيئك أقول للفريق الآخر اللي هم الرافضين أنتم ترفضون بالرغم أن الإعلان له سطوع الشمس أنتم ترفضون بناء على تعليم دخل إلى أذهانكم بدون أساس عليكم أن تحفصوا افحصوا ما قلناه اليوم في ضوء التاريخ وفي ضوء الجغرافية في ضوء الشهادات التاريخية وتعالى اقرأ الكتاب وافحص الكتاب نحن قدمنا أدلة تاريخية أدلة منطقية أدلة جغرافية خليك محايد ولو مرة واحدة في حياتك وافحص ما قلناه اليوم افحصوا بحيادية واطلوا من الرب أن ينور عينيك وأقول لك أن القضية الوحيدة في عمل المسيح على الصليل أخي عياد شكرا جزيلا والرب يباركك وبكرر نفس الدعوة اللي ذكرها أخي عياد أنه فعلا هي صلاة بسيطة لكن عميقة في نفس الوقت أنه يا رب يعني إذا أنت موجود أنا عاوز أعرفك اظهر لي ذاتك اعلن عن ذاتك افتح عيني اكشف عن عيني وأنا متأكد إذا أنت عندك هذا الجوع وهذا الاشتياق الروحي في داخلك الله رح يلمس حياتك أنا بشجعك أنه تقرأ الكتاب المقدس وتشوف كم الصفحات اللي بتتكلم عن موضوع الفداء بصلي من كل قلب أنك تختبر محبة المسيح المخلصة اللي بتقودك إلى الحياة الأبدية ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة